ادارة نادي الميناء الرياضي بنود العقد المسجلة على الطرفين هي من تتحكم بمثل هذه الأمور يذكر أن نادي الميناء يحتل المركز الثالث خلف نفط الوسط والزوراء في دور النخبة يستعد العداء عدنانة عيس للمشاركة في ملتقى الأبطال المقرر إقامته في تايوان شهر تموز المقبل الأمين المالي لاتحاد ألعاب القوى زيدون جواد أكد تلقي اتحاده دعوة باسم العداء عدنانة عيس في ضوء الإنجازات والأرقام المميزة التي حققها في البطولات الآسيوية مبينا أن عددا من الدعوات في الملتقيات الدولية من الممكن أن تصل إلى رياضيين آخرين في الصيف الحالي وسيزج الاتحاد عددا منهم للوقوف على مستوياتهم يحل فريق الهلال السعودي مساء اليوم ضيفا على تراكتور سازي تبريز الإيراني في المباراة التي ستجمعهما في العاصمة العمانية مسقط ضمن منافسات المجموعة الثالثة من دور أبطال آسيا لكرة القدم الفريق الإيراني ضمن التأهل للدور الثاني بنقاطه للتنة عشر فيما يسعى الهلال لتحقيق النقاط الثلاث لضمان التأهل هو الآخر حيث يحثل المركز الثاني بثماني نقاط يليه باختاكو الأسبكي بنقاطه السبع والذي تنتظره اليوم مباراة مهمة يضيف فيها فريق الجزيرة الإماراتي الذي يتذيل فرق المجموعة بنقطة واحدة خصوصا أنه تمكن من التغلب عليه ذهابا برباعية نظيفة وفي المجموعة الرابعة للبطولة ذاتها حيث يبحث نادي العين الإماراتي عن حسم بطاقة التأهل للدور الثاني دون انتظار المباراة الأخرى وذلك عندما يلتقي مع ضيفه ناساف الأسبكي مساء اليوم على ملعب هزاع بن زايد في دبي وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين قد انتهت بالتعادل بهدف لكل الفريقين ويلتقي في المباراة الثانية ضمن المجموعة ذاتها أيضا فريق الأهل السعودي مع ضيفه الجيش القطري على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جده حيث شهدت مباراة الذهاب فوز الأهلي بأربعة أهداف لهدف في المباراة التي جرت بينهما في الدوحة يضيف فريق بايرن ميونيخ الألماني مساء اليوم على ملعبه فيليانز إيرينا فريق أتليتكو مادريد الإسباني في المباراة التي ستجمعهما بإياب الدور النصف النهائي لدور أبطال أوروبا بكلة القدم صاحب الأرض يسعى لتحقيق الفوز بأي وسيلة بعد إدراكه حراجة الموقف خصوصا أنه خسر مباراة الذهاب بهدف من دون رد واضعا في حساباته أنه سيلعب بخيار الفوز بأكثر من هدف فيما يسعى الروخ بلانكوس الذي أبهر العالم بعروضه الجميلة إلى خطف بطاقة التأهل والعبور إلى المباراة النهائية بأي ثمن لا سيما أنه سيدخل المباراة بخياري الفوز أو التعادل الذين سيتيحان له فرصة التأهل على حساب البافاري توجى فريق ليستر سيتي رسميا بلقب الدور الإنجليزي لكرة القدم قبل جولتين من نهايته إثر تعادل منافسه توتنهام هوتسبير أمام مضيفية شيلسي بهدفين لكل منهما ضمن منافسات الجولة السادسة والثلاثين توتنهام هو نفتتح التسجيل عن طريق هاريكين ليضيف سون هيونغ مين الهدف الثاني منهي أنشوط المباراة الأول بالتقدم بهدفين نظيفين فيما عاد صاحب الأرض إلى المباراة في شوطها الثاني بتسجيله هدف التقليص عن طريق جاريكاهيل فيما أدرك له التعادل أيضا هازارد قبل نهاية المباراة التي منحت نتيجتها اللقب لليستر سيتي لأول مرة في تاريخه وسعى الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا عقوبة الإقاف المبدئي على الفرنسي ماما دوساكو مدافع فريق ليفر بود الإنجليزي ليمتد إلى المستوى الدولي ويشمل جميع المنافسات والمباريات الودية والرسمية الاتحاد الأوروبي لكرة القدم قرر إيقاف ساكو مؤقتا لثلاثين يوما بعد سقوطه في اختبار للكشف عن المنشطات خضع له عقب مباراة فريقه في إياب دور الستة عشر للدور الأوروبي أمام منشستر يونيتد آدار الماضي من جانبه استبعد ليفر بول اللاعب الذي خض معه 34 مباراة في كل المسابقات أبعده من التشكيل فور تلقيه إختارا بالمخالفة من الاتحاد الأوروبي أخيرا مع الكرة البرتقالية وتحديدا في دور كرة السلة الأمريكي للمحترفين أنبي أي حيث تغلب كليف لاند كافاليرز على منافسه أتلانتا هوكس بـ 104 نقاط مقابل 93 نقطة سجل لبرون جيمس 25 نقطة ليقود كافاليرز للفوز والتقدم بنقطة للا شيء لهوكس في النتيجة الإجمالية التي تحسم على أساس الأفضل في سبع مباريات في الدور قبل النهائي للقسم الشرقي وشهدت المباراة فواصل من الإثارة والندية بين الفريقين بحكم تقارب نقاطهما حتى تمكن كافاليرز من حسمها بفارق 11 نقطة ويعد هذا الفوز هو الثامن على التوالي لكافاليرز على هوكس اشتركوا في القناة